في البداية خلينا بقى نبتدي بالحدث الاهم حاليا في الساحة الكروية المصرية هو طبعا انطلاق مسابقة الدوري العام الموسم الجديد عشرين تلاتة وعشرين عشرين اربعة وعشرين النهاردة ان شاء الله اول يوم في هدي المسابقة والمسابقة هتبتدي من مطش طلاقع الجيش مع البنك الاهلي طبعا اكيد بنتمنى كلنا ان احنا نسعد بقى بمتابعة موسم جيد منتظم منظم مميز واجيد هنسعد اكتر لو كانت النهاية سعيدة لنادينا النادي الاهلي حامل لقب بطولة الدوري الموسم اللي فات بامتياز مع مرتبة الشرف النادي الاهلي حيلعب بكرا ان شاء الله وحيطلق ضربة البداية امام النادي المصري ولينا اكيد كلام كتير عن هذه المباراة وكمان اخبار عن اخر استعدادات الفريق لهذه المباراة ضربة البداية في مسابقة الدوري بتكون دايما في المنتهى الاهمية المرة دي هتكون فريق قوي قسم قوي ند قوي دعم كمان صفوفه في الفترة الاخيرة وبطبيعة الحال اكيد عنده يعني طموحات كبيرة في انه يظهر بظهور قوي ومميز امام النادي الاهلي مهم جدا ان احنا ناخد الامور بجدية من اولها لان اول مكسب واول تلات نقاط بيبقى لهم اكتر من عامل ايجابي يمكن اهمهم طبعا فكرة الدفع المعنوية في اللي جاي لان مسابقة الدوري هتتوقف كده كده بعد ثلاث او اربع اسابيع نظرا لارتباط المنتخب الاول بمواجهة محتملة مع الجزائر في فترة التوقف الدولي كمان مهم جدا ان احنا نسجل اول فوز محلي قبل ما ندخل فيه اجواء البطولة الافريقية بمواجهة سان جورج الاثيوبي اللي طبعا في دور الاثنين وثلاثين من دوري ابطال افريقيا وطبعا بعدها دوري السوبر الافريقي هربتديه بمواجهة سينبا التنزاني فيعني عندنا شهل جامد الفترة الجاية بس زي ما تكلمنا انا وانتس الاسبوع تقريبا اللي فات الاسبوع كان اللي فات وقلنا عن بداية الدوري والتوقعات طبعا للموسم الجديد وهل هو هيكون موسم اكثر صعوبة ولا هيكون موسم على نفس المستوى كله كان متوقع ان هو هيكون اكثر صعوبة لان بطبيعة الحال الاهلي عايز يظهر بمظهر يا كريم افضل بكتير والفرق الاخرى كمان مع التدعيمات مع الفكر الجديد مع التنفسية مع الطموح اللي موجود مع التصعيد اللي حصل لبعض الفرق كمان يا كريم لدوري الممتاز فكل ده بيدي تنفسية وبيدي متعة اكيد دالي الدوري الممتاز للقرى المصرية فانا متوقعة طبعا هيكون موسم قوي جدا هيكون موسم صعب